عامان مضي من عمر الانقلاب منذ أن انفتح على هذا البلد باب الشر والفوضى والخراب في مثل هذا اليوم من عام 2014 نفذ تحالف المخلوع صالح والحوثي ثورة مضادة استهدف بها كل ثورة اليمنين وإنجازاتهم وفي طليعتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية ومعها قوضوا فرص السلام والاستقرار وفي ظل مباركة ضمنية من أطراف دولية نفذ الانقلابيون جريمتهم ضد السلام في اليوم العالمي للسلام نزلوا إلى الشوارع قبل ذلك اليوم وبعده يهتفون بإسقاط الجرعة التي أقرتها حكومة يستولون على أكثر من نصف مقاعدها ويستحودون معها على الرئاسة والبرلمان والجيش والأمن فكانت دعاهم صارخا إلى حد الابتذال والكذب والافتراء بأنهم أصبحوا ثوارا وهم الذين أفرغوا قبل ذلك أسلحتهم في صدور الشعب الثائر على فسادهم وفي وسط هذا الكم من الصراخ المنزوج بأصوات البنادق تسلل دعاة الإمامة المطرودة من التاريخ وأملهم أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء وفي حين كان المخلوع صالح يبدل محاولته الأخيرة لاستعادة السلطة كان أيضا يضع كل إمكانيات الجمهورية في خدمة المشروع السلالي الإمامي البغيض دفع الانقلابيون باليمن إلى حافة الهاوية وأشعلوا فيها حربا أهلية غير مسبوقة في العاصمة والمدن والأرياف وحصاد هذه الحرب آلاف القتلى والجرحى ونحو ثلاثة ملايين نازح أما حصادها المر فتجلى في هذا التهتك الخطير في النسيج الاجتماعي والتصدع الأخطر في البنيان الوطني وبعد أكثر من عام ونصف على قيامة اليمنيين في وجه الانقلاب مسنودين بجيران متوجسين من حضور عدو طائفي إقليمي بغيض في خاصرتهم تغير مجرى الأحداث فالدولة على وشك أن تعود والانقلابيون انزوا بمشروعهم في هيئة سراق لا أكثر وتجرع أولئك الذين رقصوا في ساحة الانقلاب كؤوسا مرة ليس آخرها دعوتهم لمساعدة النسخة غير الشرعية للبنك المركزي بما تبقى في جوبهم من نقود